وعود كاذبة بحياة جميلة هانئة تحولت إلى معاملة لا إنسانية في مخيمات جارابلوس على الحدود التركية والعودة إلى الوطن كانت طريق الخلاص لمن خرج إلى المجهول محافظة حمس استقبلت الدفعة الرابعة من العائدين إلى حي الوعر وتضم 41 شخصاً ممن خرجوا باتجاه مدينة جارابلوس بريف حلب الشمالية ضمن بنود تنفيذ اتفاق المصالحة في الحي وتم تأمين جميع احتياجاتهم فور وصولهم إلى حمس وأكد محافظ حمس طلال البرازي أنه مع بداية الأسبوع المقبل سيكون خروج الدفعة الأخيرة من الرافضين لعملية المصالحة في حي الوعر لتعود مؤسسات الدولة إلى الحي لا شك أن عملية حي الوعر مستمرة وستشهد أيضاً بالأسبوع القادم إنجازات كبيرة أهم أن يوم السبت القادم في 20 أيار سيكون خروج الدفعة الأخيرة من المسلحين ونتمنى من الله عز وجل أن يوفق الآخرين إلى أن يقوموا بمراجعات حتى تجتمع الكلمة ويلتأم الصف وأن نعود جميعاً سوريين أحباب إخوة كما كنا سابقاً أن الإنسان لا كرامة له إلا في وطنه فالمواطن لا يمكن أن تحفظ كرامته بشكل كبير إلا داخل وطنهم بعد أن تعرضوا إلى الضغوطات كبيرة اجتماعية وأقتصادية حتى إنساني في جرابوس فكانت عودتهم إلى مدينة حمص العائدون أشاروا إلى سوء المعاملة التي تعرضوا لها مع عدم توفر أدنى مقاومات الحياة موضحين أن الحياة الكريمة لا تكون إلا على أرض الوطن أولاً اللي وعدونا فيه أنه بدعموا لها بيوت ومبيوت ومشفيات وعندها ولدتي مريضة أخذت على المشفى نيك وطلع كله كذب كذب للأسف وتسمعنا سطف هذا الشعاع حكى شعاع التطمينات التطمينات اللي بدي الحب ويرجعوا بأرجاننا لحضن الوطن والحمد لله الوضع الهنيك كانت صعب صعب جداً وخيمي وغبار ما قدرنا ما قدرنا بنوبه الله بهادر طرائب وخول له رصة بالمي طلعت ماري حدا مقطوعة على أساس أنه فيه سكن وفي بيوت وفيه ما فيه لا فيه سكن ولا فيه عادونا بخيمة وتنزل مطار السرل وحول كله عدنا بحول حطوا العالم جرى بسمه تفتير لأفسط مقومة الحياة يعني الدواب ما فيه اشيك ايشي مش بده لك اشرح لك اشرح لك اشرح لك في قدرة الدولة السورية التي اثبتت قوتها وانها الضامن الوحيد لكرامة ابنائها حتى لمن ضل الطريقة وسوريا باقية لجميع السوريين ومنتصرة على الارهاب